حتة سكر والله العظيم حقيقي يعني من بجد طيب في أطار حديثنا بالمناسبة بأنه أنا ذكرت مهرجان القاهرة أنا عايز أذكر مهرجان الأسكندرية دي دورته الثمانية وتلاتية ومهرجان اسكندرية دي أنا كنت بحكي من كام يوم لي معاه قصص طويلة قصص بدأت من الطفولة كنت أروح مع أمي والأستاذ عودة آه محمد عودة آه طبعا والله يرحمه يا رب من يومي الصحة وبعدين لما كبرت واشتغلت كان من أوائل الحاجات اللي اشتغلتها في حياتي وكنت هنا في التلفزيون المصري الفضائية المصرية أنه أنا روح تغطيت مهرجان اسكندرية السينمائي أنا أتذكر أنه أنا غطيته 99 و2000 و2000 وواحد يعني حتى أنه أنا لما كنت باشتغل في البداية فما طبعت الحال اشتغلت مرسل واشتغلت موزيع أطفال واشتغلت حاجة عن كتير جوى الشغلانة حتى لما بيتموزيع بقى برنامج برنامج أستاذ محمد صالح في الأهراب هو اللي كان رئيسي المهرجان؟ آه مش كده؟ أوكي أوكي كنت طب أحريس جدا أنه أنا بطلع قطل من القدارة أنا عايز أغطي مهرجان اسكندرية مهم اسكندرية ثاني مهرجان في مصر بعد القاهرة فرق عامين فقط طبعا 38 هو يمكن الرقم حيلغبط للناس شوية عشان في دورات في دورات وقفت وقفت لكن هو ثاني مهرجان العامة لتسعة وسبعين مهرجان القاهرة ستة وسبعين فيعني فارق بسيط جدا طبعا مهرجان له تاريخ ولو اسم ولو سمعة ولا يزال والأمير عباس هو الحلان بيرأس ورئيس الجامعية المهرجان أنا برضو من ضمن ملحظاتي أنه شهد ظهور وبزوغ نجوم يعني أنا أتذكر أنه بسم صمرة وبسمة ظهروا في أول عمل سينمائي من بطولتهم المدينة؟ كان المدينة يسري نصر الله طبعا هو كان يتعرض في خرطاج قبلها بس مجدل يعني أنا أتكلم على أنه المهرجان كان طول الوقت طبعا دايما لو لغاية دلوقتي دوي هو يعني قبلة للفنانين والندوات وعروض أتمنى يعني المهرجان بينقصوا فكرة أن يعود مرة أخرى للشارع لازم يعود للشارع حلو الشارع بمعنى آه أن الجمهور نحن نروح نحضر العروض في السلم الناس نعم زي زمان ودي مفتقدة في أغلب مهرجاناتنا هتلاقي مثلا الأكثر في أسوان فين الجمهور؟ نادرا ما بتلاقي جمهور البلد موجود ودي طبعا يعني هريصة على أنه المهرجانات كلها مغالقاهرة فحفظي فعلا رجع قطاع بجمهور في الأربع سنوات اللي فاتت بدأ الناس ترجع لكن عايزين أكتر وأكتر بطلعا يعني بطلعا يعني بطلعا يعني بطلعا أكتر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة